موسيقى صدور وأياد ملطخة بالذهب نجيب محفوظ حياة صاحبتها القناعة هل أرسل جمال عبد الناصر صديقه الأثير إلى الموت في عيد ميلادها المائتين صحيفة الجارديون تقدم سجلا بأخطائها هل اسم محمد هو الأكثر شيوعا في إنجلترا طفل دخل المدرسة وهو في الحادية عشرة ثم أصبح عالما كبيرا أحدثكم عن هاروت وماروت أحدثكم عن شيء في صدري لست ذا حصانة تكبر ويكبر اسمك وتنظر في المرآة ويعجبك رسمك وتقول تقول لصبرتك في المرآة لقد وصلت أيها اللواء سيطيح بك المقدم البكباشي ويقعدك في بيتك وسينساك جيل كامل وستخرج وسينساك جيل آخر كنت رجلا طيبا لكنك لاست ذا حصانة السياسة غدارة وحتى لو تجنبت السياسة فلا استذا حصانة في النهاية ستموت ولكن إن عشت متزودا بزاد من القناعة فقد تعيش بدون الصدمات قنعت أن تكون موظفا أكل عيش ولديك زوجة ولديك ابنتك أم كلثومة فاطمة عشت موظفا سعيدا بمرتب متواضع ولا تكتب في الوظيفة بل تشتعل وتخرج من الوظيفة خارج الوظيفة تنطلق روحك تتأبط الأهرام وتمثل لك شادية في فيلم زقاق المدق وتبادلها النكتة في الأستوديو أثناء التصوير تتأنق نادرا لكنك لا تنسى الشارع وأهله يصعد نجمك في عالم الرواية ولا تنسى الكبار تحترم من علمك توفيق الحكيم سبقك وكتب ثم سطع نجمك على نجمه لكنك تعرف للكبير مقامه وطه حسين الذي وصفناه في حلقة سابقة من هذا البرنامج بالطاوس لكبريائه أنت تعرف له حقه عرفناكم ناقدا ومؤرخا وروائيا وقصاصا ومربيا وسياسيا كنت أحب أعرف أحب الأعمال إلى قلبك والدوافع الزاتية وراء هذا الحب لأنه ده يكشف لنا عن قيمة العمل ويكشف لنا عن نفسك اللي تحب نعرف عنها كل شيء أحب ماذا؟ نعم ولا تفارقك النكتة هذا جمال الغيطان يسألك عن حال مصر هي بتعاني وربنا معها إزاي تخرج من المعاناة دي؟ انت فكرك أنا عارف تخرج إزاي وما قلتش اسمك كبير ومنحوك أكبر جائزة في العالم وترسل ابنتيك لتسلمها حقا أنت لست ذا حصانا لكن القناعة فرح بالحياة وعلى عادتنا نستطرد الاستطراض البعيد نتكلم عن أنجيلا كاسنر تزوجته بضع سنين وحدث الطلاق وظلت تحمل اسمه ميركل وحازت أنجيلا ميركل على الدكتوراه في كيمياء الكم ثم نشرت أبحاثا على مدى ثلاث سنين ثم محت دولتها عن الخريطة كانت مواطنة في ألمانيا الشرقية الشيوعية وفي ألمانيا الموحدة اشتغلت بالسياسة لم تكن قنوعا ولكنها لم تغتص بالسلطة صعدت درجة درجة أدت اليمين عام 2005 لتحكم ألمانيا الموحدة وقبل أشهر أعلنت عزمها على الرحيل هناك ناس لا يتغيرون على الكرسي ميركل تمرض سكرتيرتها فتتصل بها لتطمئن عليها وكما يتسوق الناس تتسوق وما زالت تسكن في الشقة التي كانت تسكنها قبل أن تحكم ألمانيا خمس عشرة سنة وبالمناسبة أو بالأحرى من غير أي مناسبة ها هو استطراض الختام رجل بدأ حياته صائغا وأصبح تاجر مجوارات مشهورا حضر عرسا في دولة عربية عندما خرج من العرس قال لصاحبي هل تعلم كان في القاعة على أيدي النساء وصدورهن أكثر من نصف طن من الذهب يقولون عن الشيء الصعب إنه رابع المستحيلات ولماذا رابع؟ بالطبع لأن هناك مستحيلات ثلاثة قبله المستحيل الأول الغول شيء ورثته العرب عن حضارات سومر وأكد المستحيل الثاني العنقاء طير ضخم لا وجود له إلا في القصص والمستحيل الثالث الخل الوفي فخلك أي صاحبك يقسم لك ثم ينقلب عليك ولا يكتفي بحبسك بل يجعلك تموت ميتة طبيعية وأين؟ أمام قضاة المحكمة والدفن بلا تشيع الصاحب الوفي جعله مستحيلا وقبل عبد الفتاح السيزي قتل الأموي عبد الملك بن مروان مصعب بن الزبير وكان من أصدقاء الصبا وقال قولته المشهورة الملك عقيم وقتل المأمون العباسي أخاه الأمين وقتل هتلر زميله في الحزب إيرنست روم وجوزيف ستالين وهو في الصورة الحليق المجدور لاحق زميله في الحزب ليون تروتسكي حتى المكسيك واغتاله وعبد الحكيم عامر بنظارة السوداء كان صديق شخصيا لعبد الناصر ولقي حتفه بموافقة صديقه الحميم المؤرخ المصري خالد فهمي وكنا استضفناه في البرنامج قبل نحو سنة روى القصة في محاضرة بعد هزيمة سبعة وستين ظهرت بوادر شقاق في الجيش بعض الضباط أخذوا يفكرون في جعل عبد الناصر يدفع ثمن الهزيمة شاعر عبد الناصر ومؤيدوه بالأمر وضع عدد من الضباط رهن الإقامة الجبرية وذات ليلة اجتمع عدد من القادة في منزل عبد الناصر واستدعوا عبد الحكيم عامر وبدأوا يسائلونه قال له ما هي محاكمة؟ لكن الأسئلة توالت وفي ساعة متأخرة من الليل قال عبد الناصر كلمة فاصلة قال أنا تعبت وسآوي إلى الفراش وانصر ترك صديقه بين أيدي مستجوبيه وسيق عامر إلى حتفه وبالطبع نشرت الأهرام الروايات الرسمية عندما يكون القضاء والبرلمان في جيب السلطان فالسلطان يكتب التاريخ على هواه ونصدق السلطان كنت واعيا في زمن موت عبد الحكيم عامر وصدقت أنه انتحر وبعد سنتين أو ثلاث قرأت كتابا كاملا اسمه فيما أظن انتحار مشير وصدقت لم أجد للكتاب صورة على الإنترنت هو من مئات الكتب التي صدرت وما زالت تصدر في الدول العربية حاملة للأكاذيب الرسمية اليوم لدينا وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوها كما تشاءون بيد أن لها فضيلة تعديل كل مثال بها جعلتنا نقول للسلطان أنت كاذب حتى لو صدق هذه الوسائل جعلت السلطان أقصد الحكومة عاجزا عن دفن الحقيقة جعلت التاريخ لا يعيد نفسه الواثق من نفسه لا يضيره الإقرار بالخطأ صحيفة الجاردين البريطانية تحتفل بعيد ميلادها المئتين بمقال عرضت فيه أخطاءها عندما غرقت سفينة التايتانيك عام 12 وهو حدث تاريخي كبير نشرنا خبرا قصيرا على الصفحة التاسعة وفي عام 27 نشرنا مقالة عن فضائل الأسبست هذه المادة المسممة وفي أواخر السبعينات كنا نحذر من العصر الجليدي ثم بدأت درجات الحرارة في الجو ترتفع في كل الأرض أخطاؤنا الكبيرة كانت في المقالة الافتتاحية التي تعبر عن رأي الصحيفة لقد أيدنا الولايات الجنوبية في الحرب الأهلية الأمريكية وعارضنا محرر العبيد أبراهام لينكل وقد أيدنا وعد بلفور وتجاهلنا حقوق الفلسطينيين في اليوم التالي لصدور وعد بلفور كتب محررنا سي بي سكوت في افتتاحية الصحيفة السكان العرب في فلسطين قلة قليلة وهم على درجة متدنية من الحضارة واليوم لا نرى أننا كنا على حق صحيفة الأهرام المصرية ستحتفل بعد أربع سنين بالذكرى المئة والخمسين على تأسيسها كان للأهرام شأن في زمن الجرائد الورقية لكنها كانت دائما صوت السلطة لا أنسى زميلي الملحوم حسين الشهيدي عندما رأى عددا من الأهرام فجال بنظره على الصفحة الأولى وأطلق ضحكة مجلجلة قائلا لم أرى من قبل هذا العدد من اللا أخبار على صفحة واحدة نموذج من أخبار الأهرام هذه الأيام الرئيس السيسية توقف للحديث مع عدد من المواطنين الصحف العربية الرسمية في كل مكان لا تختلف عن هذا ديفيلت الألمانية أعلنت جميع اللغة الألمانية قائمة بالأسماء الأكثر شيوعا في العام الماضي للأولاد أشيع اسمه هو نوح يليه ليون فا باول وللبنات الاسم الأشيع في ألمانيا إيميليا ويليه هانا ثم إما في إنجلترا وويلز الاسم الأشيع للولد هو أوليفر وللبنت أوليفيا كما ينشر مكتب الإحصاء الحكومي فماذا عن اسم محمد هو ليس واردا في قائمة العشرة الأشيع في إنجلترا وويلز المشكلة في تهجئة الاسم فهو يكتب بالأحرف اللاتينية على أربع عشرة صورة ها هي كما أوردها موقع البي بي سي هذه القائمة لا تحتوي على صور أخرى لتهجئة الاسم مثلا مهمت كما يكتبه الأتراك وقد تجشم بعضهم عن الفحص والقيام بعملية جمع فكان اسمه محمد هو أشيع اسم في بريطانيا بين المواليد الجذد استضافني وثلة من الصحفين السيد حايم هرتسوغ على مائدة في بيته في نيويورك هذا ليس رئيس دولة إسرائيل المارقة بل رجل أمريكي يهودي ومتدين اسم على مسمى وقبل تناول الطعام تلا دعاءه اليهودي ثم قال بالعربية بسم الله الرحمن الرحيم وأكلنا بحمد الله أن زوجته الفاضلة لم تقدم لنا الطبق اليهودي المشهور السمكة المطحونة وهذا الطبق بولندي تعلق به اليهود الأوروبيون هو السمكة نزع حسكها وطحنت يقدمون هذه السمكة على شكل كرات أحيانا وقد يغلفونها بجلد السمكة المطحونة دعاء الشكر قبل تناول الطعام تجده في الريف الأمريكي كثيرا يتماسك الجالسون حول المائدة بالأيدي ويتمو كبيرهم دعاء الشكر وفي بلدنا كان الشيخ يأتي إلى بيتنا في بعض أيام الجمع فيجلس ويقرأ آخر حزب من الختمة التي يكون قد قرأها في بيته على أرواح أموات العائلة ثم يجلس إلى مائدة الطعام ويضلل الطعام بكفه ويقرأ دعاء شكر اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وفي عندنا في تراثنا من نسي أن يسمي قبل الطعام قال بعد الفراغ منه الحمد لله في أوله وفي آخره للكوريين دعاء جميل لا صلة له بالدين يقول المدعو إلى المائدة ما معناه سآكل جيدا وهذا يغني صاحب الدعوة عن الإلحاح على ضيفه في مدينة نابلس قوم من اليهود الأصليين الذين يسكنون المدينة منذ أقدم العصور هؤلاء هم أبناء الطائفة السامرية وهم يتعبدون بعبرية يزعمون أنها الأصلية غير أن كلامهم هو كلام أهل المدينة ولن تجد اللهجة النابلسية الصافية في أي مكان مثل ما تجدها عند الطائفة السامرية في زمني كان كاهن الطائفة السامرية عبد المعين صدق السليل الخامس والثلاثين بعد المئة لسيدنا هارون عليه السلام كان عبد المعين صدق أستاذا في مدرستين درست فيهما الكندي والصلاحية ولكنني لم ألتقه وأنا طالب ترك التدريس وترأس الطائفة السامرية وتركت الدراسة وتخرجت والتقيته وأنا شاب لأمر من الأمور نحن نأكل طعامهم ولا يأكلون طعامنا هذا رغم اشتراكنا في شروط كثيرة فكلانا لا يأكل الخنزير ولا ذوات الحافر ولا الدم ولا ما لم يذكر اسم الله عليه نحن نأكل طعامهم لكنهم يزيدون في الشروط فلا يطبخون اللحمة باللبن أو بالحليب أو الزبط يقولون حرام أن تطبخ الجدي بلبن أمه فعلى هذا هم لا يعرفون الششبرك ولا المئة الطبق التي يدخل فيها اللبن الزبادي فماذا عن أشهر أكلة في نابلس كنافة الجبن والجبن من الحليب لا بأس فهو جبن ولكن ليس مصاحبا لللحم ولكن السمن الذي يتغلغل في أحشاء الكنافة ولا تكاد تراه العين هو في الغالب حيواني يتساهل السامريون في الكنافة فليس معقول أن تكون نابلسيا ولا تأكل الكنافة ولكنهم يصنعون الكنافة السامرية التي لا يختلط فيها روح بروح وبين السامريين والمسلمين أو المسيحيين في نابلس تعاون في شيء مهم في مساء يوم الجمعة يدخل السبت المعظم الذي لا يحل فيه للسامري أن يعمل شيئا تكون ربة البيت السامرية قد نسيت أن تضغط على زر الكهرباء معنى هذا أن البيت سيصبح فيه ظلام طول الليل فتنادي السيدة ولدا مسلما من الشارع لكي يضغط بإصبعه على زر النور خدمة جليلة يشربون قهوتنا ونشرب قهوتهم ولكننا لا نستعير منهم طنجرة ولا يستعيرون هم لا يطبخون في طنجرة كان قد طبخ فيها لحم بلبن مهما غسلتها إذا دعاك السيد الوالي في دول المغارب أو المحافظ في دول المشرق العربي إلى وليمة فيحسن بك أن تسأل مرافقه الشخصي همسا هل الوالي يحب الضيف الأكل أم يبغضه فالناس صنفان صنف يحب من ضيفه أن يأكل أكلا ذريعا ويشبع تراه يتركه يأكل على سجيته فإذا توانى والاه بالمغر فيزيده وصنف يراقب ضيفه ويتحين فرصة أن يرفع الضيف يده ليقوم معلنا رفع المائدة لي صديق عزيز كنت أستضيفه وفي وسط الطعام يقول الحمد لله فأهب واقفا ومحتجا وأسارع بالمغرفة فيقول بسم الله ويواصل أكله هذه دعابة من دعاباته دعوت صديقا آخر مرة على غداء جلس وأخذ يعبث بشوكته على طرف الطبق قلت له لعلك لم تحب هذا هل أعطيك شيئا آخر قال لا أبدا الطعام شهي جدا وسلم الله الأيادي لكنني تغديت قبل قليل فتمنيت أن ينصرف من وجه حالا إذا كان الوالي بخيلا بطعامه فكل قليلا وبطيئا وإن كان سخيا بطعامه فكل بقدر شهيتك وقد ترى الرجل البخيل بطعامه سخيا بنقوده قد ترى الرجل سخيا بطعامه يحمل السوق إلى بيته ثم إذا طلب منه ولده قرشا لم يعطيه القرش إلا بمشقة وقد عاينت من أهل بلاد الإنجليز بخلا بالطعام ولكن جريدة الغاردين أخبرتنا قبل سنة أن أربعة ملايين ونصف المليون من الأطنان من طعام البيوت يذهب كل سنة إلى صندوق القمامة تناولت العشاء مرة أكثر من مرة في الواقع مرات كثيرة عند عائلة صديقة وهذه المرة ليس في إنجلترا في الواقع في سكوتلندا أعرف أنني أحب سمك الحدوق فكانوا يأتون به طازجا في الصباح الباكر من الصائد لا من الدكان وكان رب الأسرة لا يأكل السمك بتاتا حاولت أن أقنعهم بأنني أحب الأشياء الأخرى ولكنهم كانوا يصرون على سمك الحدوق إمعانا في حسن الضيافة كنا نجلس إلى المائدة ونأكل الرجل يكتفي بقليل من البطاطا والصلطة ونأكل نحن السمك وما إن ننتهي من وجبتنا حتى تحمل السيدة كلما تبقى وتلقي به في صندوق القمامة أمي رحمها الله وأنا أتحدث عن الطبيخ وعن الطبخ كانت تطبخ لعائلة كبيرة عدوا في ذهني ثلاثة عشر شخصا ربما إثنى عشر شخصا مات من مات فتقلص العدد وسافر الأبناء الخمسة في خمس سنين فهي رحمها الله أنجبتنا بانتظام خمسة في خمس سنين وبقيت في البيت مع أبي وتوفي أبي رحمة الله المشكلة أنها لم تستطع تقليص طبختها جئت يوما من سفر نزلت إلى السوق واشتريت لها الخضر واللحم لشخصين فنظرت بحيرة وقالت ما هذا شعرت أنها متحيرة لم تتعود أن تطبخ طبخة صغيرة كنت أجتهي أن أصنع برنامجا تلفزيا اسمه مطبخ العزاب أعلم فيه الفتيات والشباب الطبخة صغيرة وأقول لهم ما يلزمهم من تصبير الأطعمة وصندوق التصقيع إلى آخرين ولكن الأصدقاء ثنوني عن الفكرة قائلين إنها لا تليق فإلى أن يشتد عزمي كل الهامبورغر والبيتسا وبددوا المال على غذاء سيأتيكم بالكوليسترول السريع قال ابن كثير صاحب التفسير قص قصة هاروت وماروت خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين وذكر ابن كثير ثمانية منهم بالاسم ونسب كثيرا من التفاصيل في هذه القصة إلى الإسرائيليات وشدد ابن كثير على أن هاروت وماروت ما كان يعلمان أحدا السحر إلا بعد أن يطلب منه أن لا يكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة هلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله صدق الله العظيم هذه قصة هاروت وماروت كما جاءت في بعض التفاسير وما نورد من شيء إلا من مصدر لما أرأت الملائكة ما يصعد إلى السماء من خبيث أعمال بني آدم استأذن اثنان منهم رب العرش في الهبوط إلى الأرض للإصلاح هذان هما هاروت وماروت أهبطا إلى أرض بابل بالعراق وأمرا أن يحكم بين الناس بالعدل وأخذا يعلمان الناس السحر احتكمت إليهما يوما امرأة اسمها الزهرة كانت من أجمل النساء ففتنتهما فراوداها عن نفسها فقالت لي عليكما شروط تشربان الخمر وتقتلان غريمي وتسجدان للصنم فتعوذا وقال لا نخالف أمر الله وعادت إليهما كرة أخرى وقالت رضيت منكما أن تقوم بشرط واحد فقال أهون الشرور الخمر وشربا الخمر وعندما ساكرا قتلا الغريم وسجدا للصنم فمسخ الله الزهرة كوكبا وندم هاروت وماروت أرادا أن يرجعا إلى السماء تائبين مستغفرين فلم تطاوعهما أجنحتهما واستشفع نبي الله إدريس عليه السلام فأوحي إليه أن لهم الخيار بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا فعلقا من القدبين منكوسين فوق غدير ماء وبين لسانيهما وبين الغدير أقل من شبر يعذبان بالعطش ولا يصلان إلى الماء والله أعلم الأستاذ ديورج إبراهيم أهلا بك علينا مسرح خير مدير أنا أقرأ الوصف دائما من الورقاء المدير الفني لمسرح القصبة وبالقدس ورام الله مؤسس هذا الصرح الفني كلمة الصرح كبيرة المسرح أبو الفنون كما قالوا ولكن مع اليوتيوب ومع التلفزيون وكذا لسه المسرح مهم ما زال طبعا المسرح أنت قلت أبو الفنون وما زال أبو الفنون وراح يضل أبو الفنون لأنه إذا بتطلع حواليك الدنيا كلها مسرح فكيف ممكن يختفي هذا المسرح هل يختفي العالم هل تختفي البشرية هل تختفي المشاكل من بين الناس طيب يعني أنا بسمع دائما الممثلين بيمثل في السينما أو بتمثل في السينما طويل لأنه مسلسلات وكذا وبعدين تطلع بدخول للمذيع المسرح هو أبي الحقيقي حقيقة هذا الكلام شوف وإذا بدك الحقيقة أفضل ممثلين موجودين في العالم كله هم اللي كان لهم تجارب مسرحية قبل ما ينتقلوا للسينما وللتلفزيون ليش شوف المسرح هو صاحب اللقاء الحي المباشر بينه وبين الجمهور اللحظة المسرحية لن تعاد أبدا بمعنى أنه إذا صورت أنت فيلم سينما وحطيته بعد مئة سنة بتضل نفس الدمعة ونفس النظرة ونفس الضعكة موجودة مئة سنة في المسرح لا البسمة اللي موجودة اليوم لا يمكن تتكرر تاني يوم في ممثلين كتير بيغلطوا مثلا بروح بسوي شغلة الناس وبتضحك عليها بجرب تاني يوم بسويها الناس بتضحكش بيعرفش أنه اللحظة المسرحية هاي لا يمكن أن تعاد أو تتكرر عشان هيك المسرح له خصوصية أساسية أنه هو اللقاء الحي المباشر بين الممثل وبين الجمهور الممثل بأخذ ردة الفعل مباشرة من الناس مش زي السينما ولا زي التلفزيون عشان هيك بعدين غير هيك المسرح في كل الفنون في عندك الفنون البصرية مجتمعة كلها التمثيل والإخراج والكتابة والموسيقى والرسم الدكور كله كله موجود في المسرح فعشان هيك بسموه أبو الفنون كل الفنون مجتمعة فيه الرهبة المسرحية لما يدخل الممثل على الخشبة حقيقية ولا مع التجربة بتزول لا لا أقول لك سر أنا سر لي بوقفها خشبة المسرح فوق الخمس وخمسين سنة لليوم قبل ما أدخل الخشبة بتصيبني الرهبة هاي لكن طبعا اللي عنده خبرة بعد حوالي أول عشر عفل خمسة عشر ثانية بتروح لكن الرهبة المسرحية كل إنسان عنده عنده حب للعمل اللي بيعمله بيخاف بيخاف من واجهة الجمهور إله بس طبعا لما يندمج في الدور ويدخل بصير التحصيل حاصل إنه موجود بس لحظة الوجود الأولى هي اللي فيها الرهبة يعني ممثل السينما أو المسلسل بيحفظ دوره من النص وبأدي أمام الكاميرا دقيقة أو دقيقتين بعدين برود بيحفظ عنده هذا الممثل المسرح بده يحفظ الساعة كاملة ممكن ساعتين مرات أو الساعتين عشان هيك في المسرح بروفات أكتر من السنة يعني في المسرح احنا بنعمل مرات شهرين مرات تلاتة شهر إذا المسرحية معقدة أكتر نعمل أربع خمسة شهر بروفات في أنا بارا بتذكر مسرحية عملنا عليها بروفات تسع شهور مسرحية الزير سالم اللي افتتحنا فيها مسرح القصبة عدنا تسع شهور لأنه كان فيه كاستي كبير حوالي 24 ممثل وممثلة وكان فيه ديكوراتي كتير وملابسي كتير فعملنا بروفات عشان نقدمها بمدة ثلاث ساعات للجمهور كأنها وجبة وحدة لكن في السينما مظبوط السينما مقسمة للقطات مرات انت بتصور آخر مشهد قبل ما تصور أول مشهد مرات بتصور المشهد اللي بنص من نص قبل هي صعبة للممثل أنه كي بده يربط بين الأحداث اللي بتبدأ في الهوسط والنهاية وهو بسوي النهاية قبل الأولى قبل الأول مشاهد يعني هذا بتدرب عليه الممثل وبيصير عنده خبرة لكن المسرح لا يمكن بدك تبدأ وتنتهي لسه في ملقن من المسرح؟ لا هذا من زمان والله الملقن سووا زمان لأنه ناس مكنتش تقدر تحفظ وبعدين تابعوا فيه لأنه الممثلين كانوا يجوا يعملوا مسرحتين وثلاثة بنفس الوقت فمش راح يقدروا يحذروا أو يحفظوا الثلثة أربع مسرحيات فبيبقى ملقن لكن الملقن إشي كتير عاطل ليه؟ لأنه بورشيك أنه أنت مش أنت أنت قادي بتحكي شو بقولك الملقن أنت مش داخل في الدور أساساً يعني آه عندنا في فلسطين هنا في مسرح للنخبة أكثر ما نزل للشارع أكثر؟ لا لا مش مظبوط المسرح عنا في فلسطين ولو أنه بدأ متواضع جداً يعني لأنه إذا بترجع في التاريخ شوي وحتى لليوم بتلاقي أنه المسرح مش جزء أساسي من حياة الجمهورة الفلسطينية بمعنى أنه الممكن الواحد يقعد سنتين ثلاثة ما يروحش وشوف مسرحية وبالصدفة يجي يشوف مسرحية مش زي بقية الدول العالمية اللهم تجارب مسرحية وهذا جزء من حياتهم بتلاقي الواحد على قليلة مرة بالشهر بيحضر مسرح إحنا لا إذا إنت ما جذبتوش إذا الموضوع ما جذبوش إذا الفنان نفسه ما جذبوش يجي يحضر مسرحية ما بيجيش إلا تضلك داير وراه وتحاول تغريه هون وهون وهون بس المسرح مش للنخبة المسرح لكل الناس هلا النخبة بتيجي زي بقية العالم بس النخبة بقولوا النخبة لأنه بجوز النخبة تعودوا أكتر على المسرح بجوز ثقافتهم أو اطلاعهم في العالم سمح لهم أنه يزيدوا تجاربهم المسرحية بعكس القرى أهل القرى والمخيمات ما فيش عندهم هذه الثقافية لأنهم ما اتعرضوا لهذا الجمهور الجمهور البين قصين المثقفة وبين قصين زي ما بنقول إحنا نخبة اتعرض لهذه الأعمال المسرحية فبالتالي بيصير يحب يجع المسرح بس إحنا اليوم نعمل إشي أساسي عشان نخلص من هاي الشغلة إحنا من أول ما بدينا من سنوات السبعين وإحنا نعمل مسرحيات للأطفال يعني نروح على المدارس ونجيب المدارس عنا على المسرح عشان نرب نشأ جديد هذا على حب المسرح على التجارب المسرحية نعرضه للأعمال المسرحية وهذا مظبوط أنتج جمهور مسرحي جديد اليوم أنا بشوف ناس أنا اليوم عمر 75 سنة ما شاء الله 55 منهم على المسرح إذا مش أكتر اليوم بشوف ناس كبار بالسن 40 و50 بقول آه شفنا كنت في مسرح العمرية شفنا مسرحية كذا شفنا كذا يعني وبيجوا على المسرح ومش بس بيجوا على المسرح بربوا ولادهم إنهم يجوا على المسرح ثقافتنا العربية المسرحية هي من التلفزيون والكوميديا في مسرح جاد في العالم في أوروبا من إبسن إلى شو إحنا كأنه هذا النوع من المسرح الجاد غير الكوميديا مش مشهور عربيا شوف أنا ضد كل هذه التسميات الكوميديا هي موضوع جاد مسرح جاد 100% وحتى ممكن يكون جاد أكتر من الترجيديا أنا بالنسبة للتسبيات هاي مش موجودة المسرحية هي مسرحية والكوميديا اللي في أي مسرحية هي كوميديا الموقف مش كوميديا التهريج يعني اليوم الجمهور العربي للأسف يعني تعود على الكوميديا كوميديا الكلمة كوميديا اللفظ كوميديا التهريج بينما إذا بتقول أنت شو عنده مسرحيات كوميديا كتير حتى ولو أنه يصنف بأنه جاد جدا هلا الكوميديا شيء جاد جدا يعني الكوميديا أصعب عملها من الترجيديا والكوميديا تنتج مواضيع جدية أكتر من الترجيديا مرات هلا شو الفرق بين الكوميديا والترجيديا بمعنى خلينا نقول شو الفرق بين الضحك والبكاء هو حد السف هو الاثنين موجودين أو ردة فعل مفاجأة إذا أنت جيت فجأت الجمهور بشيء معين ومش متوقع يا بتحكي بعيط واحد من التنتين فعشان هيك الموقف المسرحي يميل إلى الكوميديا فترة ويميل إلى الترجيديا فما أقدرش أنا أسمي إذا فيه مسرحية بتضحك هي مسرحية كوميديا ممكن أن تكون مليئة بالأفكار طبعا لازم تكون مليئة بالأفكار يعني أنا أعملت مسرحيات كثير في حياتي اللي هي مسرحيات تحاكي الواقع الفلسطيني والعربي وتطرح مشاكل لكن بأسلوب ساخر والسخرية هي مش كوميديا بالمعنى المفهوم ليست تهريجا ولكن نقد نقد مرات بكون لاذع مرات بكون نقد خفيف لكن في النهاية الموقف هو اللي ينتج الكوميديا فالمسرح موجود طبعا الأستاذ جورج إبراهيم شكرا لك هذه آخر دولة عربية وأبعد دولة عربية وهي الأفقر وهي أصغر الدول العربية من حيث عدد السكان والثانية بعد البحرين من حيث المساحة يتحذلق بعض الإعلاميين فيسمونها كوموروس لكن اسمها عربي هو جزر القمر وسكانها من أصول مختلفة إفريقية وعربية انضمت جزر القمر إلى جامعة الدول العربية عام 1993 فأصبحت الدولة العربية الوحيدة التي تقع كاملة تحت خط الاستواء الصومال يقع طرفها فقط تحت خط الاستواء هذا موقع جزر القمر ضمن خريطة إفريقيا أشير إليها بدائرة لأنها أصغر من أن تظهر هي بين الشاطئ الإفريقي وبين جزيرة مدغشقر ونراها مكبرة الآن فهي ثلاث جزر كبيرة وفي الأسفل إلى اليمين جزيرة كبيرة أخرى هي مايوت وهذه الجزيرة تابعة لفرنسا فقد صوت أهلها قبيل الاستقلال على البقاء مع فرنسا وإن كانوا يشتركون مع بقية الجزر في الثقافة والدين والفقر دولة جزر القمر العربية من أكثر دول العالم من حيث التفاوت في الدخل ففيها الفقر الشديد وفيها القطة السمان وقد شهدت منذ الاستقلال أكثر من عشرين انقلابا ومحاولة انقلاب نترك جزر القمر قليلا ونعود بعد ملاحظة لغوية يقولون في العربية إن فلانا قتل صبرا فما صبرا هذه المصبور على القتل هو من يحبس في انتظار أن يقتل هذا هو الإعدام في اللغة القديمة ومن المناظر التي وجدتها مقززة منظر جراد البحر أو السرطعون في محال الأغذية أراه مقيد الأذرع بمطاط مصبورا على القتل وقد يتحرك حركة خفيفة وهو في انتظار المصير المحتوم سلقا بالماء المغني أو بالبخار هذا المخلوق يعيش سنوات طويلة قد تصل إلى الخمسين في بعض الدول تفرض غرامة على قتل جراد البحر قتلا بطيئا مؤلما هذا المخلوق هو الطبق الوطني في جزر القمر وخصوصية هذا الطبق عندهم أنه يطبخ بالفانيلا التي نرى في الصورة أوراقها الخضر العالم يعرف أعواد الفانيلا في صورة مختلفة هذه الأعواد التي تستخرج منها مادة الفانيلا هي أهم أعمدة اقتصاد جزر القمر وعندهم يوم وطني للفانيلا وهيئة وطنية لإنتاجها من المعالم السياحية في جزر القمر بوركان أكارثالا الذي ما زال حيا يقذف حممه وبعضهم يقصد جزر القمر كي يتحين فرصة نادرة لمشاهدة سلحفات البحر وهذا المخلوق العجيب يعيش حياة طويلة تقارب حياة الإنسان وبخلاف الإنسان فالسلحفات البحرية تبقى طفلة غير قادرة على الإنجاب حتى سن الثلاثين جزر القمر في صندوق المعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الأفلام المصرية تسمع الفتاة تقول لزوج أختها الكبير يا أبي هذه من التركية يقول الأتراك اليوم أبي للأخ الأكبر أصلها عندهم أغبي وحرف الغين في التركية لا يكاد ينطق هذا الرجل ليس اسمه إردوغان ولا أردوغان اسمه إردوغان الباشا لقب تركي كان يمنح في مصر لكل وزير في العهد الملكي ناله طه حسين حين أصبح وزيراً للمعارف في أواخر الحكم الملكي فتمتع باللقب سنتين ثم ألغي اللقب مع الجمهورية وحضر استخدامه وأما الشاعر أحمد شوقي فنال لقب بيك فقط كان شوقي يقول لقد نلت البكوية من إسطنبول فهي بمرتبة الباشاوية في مصر البيك عند أهل الشام هي بي في مصر والأصل التركي بي وبه لقب حاكم تونس نكتبها بألف باي الباي في الفارسية شيء آخر الباي معناها القدم ونقول في العراق اصعد السلم باي باي أو لا تتعجل بالوصول نخذها باي باي البابوج هو حذاء البيت أصلها فارسي باي بوش أي غطاء القدم كنت أسكن مع عصبة من الشباب في شقة في أيام الدراسة وسكن معنا رجل أمريكي يعمل في مكتبة الجامعة ذات يوم سألنا ديفيد هذا هو اسمه عن معنى حذاء بالعربية سأل بالضبط عن حذاء البيت قال له أحدنا بابوج وقال آخر حفاية وثالث شحاطة ورابع مشاية ومضينا في الأمر مع الزنوبة والشبشب والبلغة حتى عددنا نحو من عشر كلمة بالطبع أقلع ديفيد عن محاولته غير الجادة لتعلم العربية الإسكملة في فلسطين المنضضة الصغيرة توضع بجانب الكنبة لكوب الشاي وهي في العراق الكرسي بالتركية إسكملة معناها كرسي بلا ظهر وبلا ذراعين والترابيزة في فلسطين هي الإسكملة لا راحت ولا جاءت وهي في مصر كل طاولة كلمة ترابيزة من اليونانية تترا معناها أربعة وبيزة رجل أو قائمة فالمنضضة ذات القوائم الأربع ترابيزة فإن كانت بثلاث قوائم كالتي في الصورة لم تكن ترابيزة إن أردت الدقة الترام هذا قطار المدينة في مصر نقول ترماي وهذه من الإنجليزية تراموي أي طريق الترام هذا الترام في مدينة دارمشتاك بألمانيا ركبته كثيرا يسمونه هناك شتراسنبان أي مركبة الشوارع ولا أدري من الذي نقالني من حذاء القدم إلى الترام كلاهما مما ينتقل به الإنسان من مكان إلى مكان أحدثكم عن رجل روسي وعن كلب هذا الكلب مات قبل مئة سنة ولكن صورته موجودة في متحف بروسيا هو أحد كلاب بافلوف التي أجرى عليها اختباراته العلمية إيفان بافلوف الإبن الأكبر للعائلة وقع من على السور وهو طفل فلم يدخل المدرسة وظل في البيت حتى سن الحد عشر لا بأس كان يعرف القراءة هذا يكفي قعد في البيت يساعد أمه في غسل الأطباق ويقرأ بعد ذلك تعلم في المدارس ثم أصبح عالما في علم وظائف الأعضاء ونال جائزة نوبل لأبحاثه في موضوع الهضم ولكنه اشتهر لأمر آخر لاحظ بافلوف أن كلب المختبر يفرز اللعاب فور إحضار الطعام كلنا كذلك لاحظ شيئا آخر أحيانا تدخل مساعدة المختبر التي تعودت أن تعطيها الكلب الطعام تدخل في غير وقت الطعام لكن الكلب يرول لرؤيتها تسيل ريالته وصار بافلوف يدق جرسا قبل تقديم الطعام بعد عدة مرات صار الكلب يرول لسماع صوت الجرس حتى في غير وقت الطعام وكتب بافلوف نتائجه واستفاد منها علم النفس كثيرا فهم أكثر انفعالاتنا أنا مثلا تربيت في بلد واقع تحت الاحتلال الشرطي والجندي في بلد يقمعاني الناس وذهابت لي أعيش في بريطانيا وصرت كلما رأيت شرطيا تحفزت وتوثبت لا إراديا المدارس تستطيع بتخطيط واعي أن تربط الثواب والعقاب بمظاهر مصاحبة نحن نستطيع السيطرة في المدرسة وفي الدولة على مواقف شتى بطريقة حميدة أو بغيضة باستعمال رد الفعل الشرطي البافلوفي أرادني أبي مهندسا فأدخلني في كلية الهندسة وبعد أشهر فررت وبقيت أفر من الدراسة الجامعية عشر سنين تذكرت هذا وأنا أقرأ سيرة الرسام البريطاني جريم ساذرلند دائما أبدأ بنفسي وأتكلم عن الآخرين فر ساذرلند من تخصص الهندسة رغم إلحاح أبيه لكنه لم يتشرد عشر سنين بل دخل كلية الفنون وصار رساما مشهورا استضافه الكاتب الإنجليزي سومر ستموم في فيلته بالريفيرا الفرنسية وجلس أمامه عشر مرات فكانت هذه اللوحة قال عنها إنها رائعة وعلق بعضهم ما أرى إلا عجوزا تجلس على باب مبغى في الشرق الأقصى اللوحة موجودة الآن في متحف تيت في لندن وبعد خمس سنين كلف عدد من أعضاء البرلمان البريطاني جريم ساذرلند برسم ويدستون شاتشل بمناسبة عيد ميلاده الثمانين جمعوا للرسام ألف جنيه استرليدي من جنيهات ذلك الزمن الرسم مطابق ولكن ما تصنع الماشطة رأى تشاتشل اللوحة وأصابه غم شديد وعرضت اللوحة في احتفال أقامه مجلساء العموم واللوردات معا وأخذت لها الصور ثم نقلت إلى البيت الرفي لتشاتشل لتعلق على الجدار لكن زوجة تشاتشل مزقتها كل ممزق وقد رسمني صديقي الفنان الباكستاني شجاعة علي ذات سنة وقدم لي اللوحة في حفل غير مهيب بمناسبة إحدى استقالات الكثيرات ما زلت أظن أن الرسم لم يعطني حقي رغم ابتسامة المجاملة وأنا أتسلم اللوحة نحن لا تعجبنا صورنا ولا حتى في المرآة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة